نهاية مأساوية ما كانتش في الحزبان برحيل ثلاث أشقاء في حادث مروع واللي تسبب رحيلهم في حالة من الصدمة والزهول في بلدهم قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد في محافظة دوميوب القصة بدأت بحادث انقلاب العربية اللي كانوا راج بينها في إحدى الترع بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية ودخل العودتهم من جامعة سينة لقضاء الأجازة مع أسرتهم ووفقا للتقارير والمعلومات عن الضحايا فالطلاب الثلاثة محمود أحمد غصمان وشقيقته ألاء أحمد غصمان بكلية طب الفم والأسنان وشقيقته الثانية آية أحمد غصمان معيدة بكلية صيدلة قرروا العودة للبيت عشان يفطروا مع أسرتهم لكن القضاء كان أسرع وفي مشهد مهيب توافد الألاف على قرية أم الرزق من المدينة والقرى المجورة لانتظار الجسامين وتشيعة إلى مسواها الأخير وبعد وفاتهم مفاجآت كتير كشفت عنها أسرة الضحايا ومنهم أخوهم اللي قال في تصريحات ليه إن أخوه محمود كان أغرب حد ليه وكان بيروح لهم البيت كل أسبوع وعن آخر مكالمة تمت بينه بن أخوه المتوفى قبل وقت قليل من رحيله وكان بيبلغوا فيها أنه جاي هو وإخواته النهاردة عشان يفطروا معاهم وقال أخوه الضحايا أن أخوه محمود كان بيساعد الناس كلها في القرية وأنه عمره ما قفى البابه في وش حد وأما عم الضحايا فقال الخبر جان على الفيسبوك وكانوا امتحنوا الميتر من محمود وألاء وأختهم آية كانت معايدة في كلية الصيدلة كانوا من خيرة الشباب